أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير عشرين هدفا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق الذي تصنفه تركيا إرهابيا بإغارة جوية استهدفت معاقلهم في ماتنا وهكورك وقنديل وكارا بعد ساعة من تنفيذ الهجوم الإرهابي على مدرية الأمن بوزارة الداخلية بأنقرة ولافتت الوزارة في بيانها أو في بيان نشرته عبر حسابتها في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن من بين الذين تم استهدافهم قيديون بالحزب من جانبه قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن حزب العمال الكردستاني الإرهابي تلقى ضربة موجعة أخرى عبر غارة جوية ناجحة نفذها الجيش التركي شمالي العراق مساء الأحد هذا وكان قد أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي شهدته أنقرة الأحد وأصفر عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة ترجمة نانسي قنقر